السلام عليكم ان شاء الله في الفيديو ده عايزيني نوضح ازاي ان انا اقدر اعمل اللي احنا كنا طلبينها ان انا دلوقتي عندي مجموعة من الكلوينز ازاي اعرف كل كلوينز فيهم ياخد ايه بالضبط من الاتابيز عشان اعمل موضوع في البداية انا عملت اه مديول خاص بالداتابيز تمام هو مش كلاس خلص ومديول فايل يعني عملت في اول في مجموعة من من الفونكشن او الفونكشن بتكرياتي الاتابيز ولا سميتها تست داتابيز ممكن اسمى اي نين من ان انا عايز او ما مش مشكلة ولكن تعانى سميها مثلا دي بي فاس تمام وليكن خلي ده كده اسم الاتابيز بتاعي خلص وكرياتي عندي اول تيبل قلت له كرياتيبل في حال انه مش موجود هيكون اسمه وفيه اتريبيوتز البروداكت اي دي وعبارها هو البرماريكي يعني ما ينفعش ان انا اكرره طبعا وهدي البروداكت ينامها هيكون تكس تمام تاني تيبل عندي هيكون الخاص بالبرايس هيكون في البروداكت اي دي والبرايس بتاعه تمام فاحنا عشان كل منتج ممكن يكون لي اكتر من على حسب العميل طبعا انا مسلا في عندي في عميل بياخد كمية معينة فليه سعر معينة يعني مسلا انا عايز اعمل موضوعي ان المنتج ده هيكون سعره مسلا خمسة دولار في حالة ان تحته مسلا هيكون باربعة دولار ونص مسلا في حالة ان هو مثلا بثلاثة هيكون اربعة دولار في حالة ان خمسة كل ما زود في كل ما بعمل ديسكاون افضل انا عندي اكتر من برايس فافضل حاجة ان انا اعملت تيبلز تيبل البروداكت تيبل للبرايس بتاعه دي الفكرة مش متكلة بعد كده انا عملت ده الانسيرت رو اولا انا المسل الانسيرت رو ده هتبني لي اه خمسة بروداكت اه ادي الاي دي وادي البروداكت نفسه واحد بكمبيوتر واتنين برينتر اه تابلت ديسك شير دول المنتجات بتاعتي وهي جملة انسيرت عادي ما فيش اي مشكلة بيه اه في عندي ميسو التالتة او فانكشن تالتة بتعمل الفانكشن دي ان هي عندي كويري بتعمل ده بتنفذ الكويري طبعا طبعا هنا في مشكلة عندنا احنا غيرنا خلينا بروداكت دي بي فطبعا وانا بهد ان انا بكونكت بيها لازم اكونكت على نفس الاتابيز بتاعتي طبعا لو انا كنت سيبت ده كان هيقولي ان ده مش موجود طبعا اه مفيش مشكلة وهنا عملت بس حطيته في ترايو كاتش عشان لو البرفورم ده او الجملة دي اه مش موجودة تمام يعني لو انا بس هقوله سيليكت وكلمة سيليكت هنا ببس الكويري قلتوله كلمة سيليكت مسلا كان فيها حرفي غلط فكده هيضرب اكسبشن فعشان ما يضربش والابيكيشن يقف لأ اعمل ترايو كاتش تمام اودي الكاتش بتاعي اللي هو الاكسبشن لو جال اكسبشن من النوع ده ما تضربش لابيكيشن لأ اعمل لبرينت الجملة دي ممكن نخليني نقول له ايه مش برينت الجملة دي تمام نفس النظام في الانسير طبعا لازم تكون موجودة في الكريت مفيش مشكلة عشان لو جي كاريت مرة هو موجود مرة انا قلت له فخلص مش هكريت وعاصل هما هنا لو انا جيت انفز الجملة دي مرة فهتكريت لدود تاني مرة هتكريت نفس الايدهات فهيدرب ارور فكنت لازم اعمل اكسبشن وعملت ان اعمل اكسبشن لو الجملة نفسها هي لفهم مشكلة هيدخل في الجزء ده لو اه الانتجريت ارور ان في ارور في الداتا بيز من جواه على في الاي دي او حاجة زي كده فهيدخل هنا ارور ان داتا بيز ده كده كده اصلا كمان مش محتاجينه علشان اليوزر مش هيدخل التوير يعني مفيش ارور هيكون في الجمل اما الايرور لو حصل هيكون في الانتجريت في الانتجريت في الداتا بيز من جوا تمام في حاجة في الاي دي انا بصوت مثلا الاي دي مثال ما هو انتجر بصوته كده دي الجزء الميديور الخاص بالداتا بيز تعبقى في المين المين بتاعدي ده الشغل بتعمل فيش اي مشكلة كل كلينت هيجيلي هكريت له سريت زي احنا ما قلنا ان انا عندي مجموعة من سريت فكل كلينت هيجيلي هسايفه في سريت وعملت انا عندي هنا عملت ده هتشيل كل اللي هتحصل عندي عندي كل ما فيه كلينت يجيلي جديد قلت له في اسمه كلينت سيفلي في الادرس زيرو وادرس المقصود بيه الاي بي والبرتناب تمام واعمل لي برينتل ده ما فيش مشكلة برينتل وكريت لي وابدأ لي سريت سريت للكلاينت ده اللي هو اجايلي طبعا ده محنش محتاجين تمام فهيدخل في السريت دي قلت له خلاص وبعد كده قلت له لو جايلي داتا منك اول ما يجيلي داتا منك خلاص سيف للكلاينت اللي انا كنت جابه من هنا ها اللي هو عبارة عن البي والبرتنامبر وضيف لي عليه السترينج ده وضيف لي عليه الداتا اللي هو باعتها اللي هو بمثابة الكوري اللي هو محتاجة تمام اللي هو الداتا اللي هتجيلي من الكلاينت سيفه في ايه في الليستة بتاعة آآ الكلاينت فكده ايه عشان بسيف سيفت الساشف بعد كده وطبعا يفضل ان انا كل حاجة بعملها لها مسود او على اقل يعني ده المفروض تكون في مسود خاص بيه والجزء ده مسود خاص بيه او سيفهم زي ما وكده بس الحاجات دي علشان اللي بيقرأ منك الكود او انت في جروب آآ فالدنيا هتكون كبيرة فكل واحد يكون عارف شغلة تاني على الكومينت ده هتوضح لك انت عامل ايه بالزبط آآ تاني حاجة عندي هنا بقى عملت ايه آآ بعمل اتشيك على اللي جايلي من من الكلاينت ده لو جايلي جوا الكلاينت بعتلي كلمة انسيرت هنادي علمسوا الانسيرترو تبقى تنادي على الانسيرترو دي فاللي هي موجودة في الديتابيز تمام آآ ويشتغل عليها عادي ويضيف الخمسة برودكس اللي احنا كنا حطينه آآ لو جايلي اسمها كرييت فكده معناها اني بقول له كرييت للديتابيز من جديد تمام آآ لو جايلي اسمها كلاينت تمام لو الديتاب اسمها اللي جايلي من من السير كلاينت يبقى معنا كده ان هو عايز يبرينت كل الكلاينت فالكلاينت ده عبارة عن لست فانا بقول له حولها للسترينج وما بين كل عنصر والتاني في الليستة ضف لي سلاش يعني ضف لي لين جديد تمام لو الداتا لا فاة دي ولا فاة دي ولا فاة دي يبقى معناه انه عامل كويري كاملة فباقول له ادخل لي على البريفورم كويري وحول لي اللي الكلاينت يجابه لي ده السترينج وباقول له ده فكده هي جملة جملة كويري واللي هيخلص منها هيتسايف في الريبلاي وانا هبعت الريبلاي للكلينت فكده ايه الكلينت هيبعت الكويري بتاعه وانا هرد عليه بالرسبونس بتاع الليه الريبلاي بس ده اللي انا هعمل فهاجي ايه هنا طبعا انا هعمل بورت نمبر انفع ميا الف متين وواحد تلي مشايع CM ايه الف متين مع 케و وستلاء نفع الليهños لو جيت احت دلوقت انا انا خليت السيرفر أوف متين وثلاثين كده خلاص فتح الكنكشن عندي وبيقول لي انت عاوز تعمل ايه اقول له مثلا الكلينس اللي عندك ايه مين الكلينس اللي عندك مفروض منطق انه هيقول لي مفيش كلينس غير انت بس اه تمام اه فيه ارور عندي هنا ان الكلينس دي انا بقول له هنا عشان يطبع ده انا قلت له كلينس اخرها اس فنما بعت له حاجة تانية بصوها دخل في الانس فبصوها للبريفورم الكويري فالبريفورم الكويري لات الكويري دي فيه مشكلة فطبعت لك الجوة اللي هو الابرشنال ارور دخلت هنا طبعا اهيه عشان ما دخلت الانس فطبع لك الابرشنال ارور تعالى هنا تاني نقول له انا قصدك بالاس قال لي خلاص في عندي اتنين كوري حصلهم اول واحد كان اسمه من غير اس وده كان جايلي من الكلينس اللي هو البرت نمبر بتاع الاي بي بتاعه ده والبرت نمبر بتاعه ده وفيه كان جايلي من البرت نمبر ده والاي بي بتاعه ده تعالى نكمل وليكن ايه نعمل جملة توري بقى مثلا ايه سيليكت تعالى اول نكاريت الداتابيز كرييت اقول له كرييت اول ما اقول له كرييت مفهودي كرييت الداتابيز كرييت طبعا انتها غلط فدخل في الابس كرييت تمام قال لي الداتابيز كرييت مفيش مشكلة فيه هاوز اقول له لو قلت له سيليكت مسلا اي حاجة فسيليكت مفيش اصلا روز عند دلوقتي فاقول له انسيرت الاول خلص قلت كده قادت تعالى نقول له مسلا سيليكت كل الروز البرودكت اللي عندي الكمبيوتر والبرينتر وتابلت دي كل الداتا اهاي الائي بي والبرتر تب تعالى مسلا نقول له سيليكت استريك كده الكويري بتنفس في السيرفر والرسبونس برجع على الكلاينت اللي هو عمل الجملة دي مسلا خلص واقف على كده تعبقان كريتل في الكلينس يبلغ لغاية تلك قيلها اللي عندك كلينت وكليينس وفي كرييت وفي كرييت جنت نفذهم وفي جملة انسيرت خصلت وفي سيليكت ايه استريكت فروم وفي ايه كلاينس دي كل الستاتيكس اللي حصلت على الصرف تعالى من الكلاينت التاني ده سيليكت هنقفع لو نقوله run طبعا دي 31 فقال لي ايه بص connection refused فالconnection اترفق عشان انا مخلي السيرفر على 1230 ويقوله connect ب1231 طبعا هنا مثلا نقوله وريني اللي عندك قال لي اهو دي كل الكلين واخر حاجة عندك هدي الكلين تاني دول كلهم من الكلينت اللي هو البرت نمبر بتاعه 83 اخره ده 65 اللي هو الكلينت التاني ده تعبقا نقوله هنا ايه select asterix from prices تعاني نشوف المكتوبة ايه اصلا في database بيزا يشوف اسم التابل ايه بالزبط عشان ممكن يكون التابل في المشكلة وحنا عملنا insert ما عملناش insert اصلا غير في product طب فده ملاقاش فيه data تمام تمام تعمل رن من جديد ملاقاش فيه data فطبع لك تعال رن clients تاني عشان prices دي مش موجودة تعال تجي نضيف prices تعال نضيف prices اول ما تجي تعمل insert رو انت هتعمل لي ده او مش مشكلة ممكن نعمل ايه تعال crucial second رن تمام قول لو clients طبعا هيكون مسايف كل حاجة وهذا ايه اخر رن هاجة هذا قلgard جديد اما انا انا قفلته جديد الثاني publications جديد 된 جديد على Napami ما فيش مشكلة قل له مثلا ايه select أستريك لا أسليكت مثلا برو دا نيم فروم برو دا تمام قال لي كده أعمل سليكت لكل المنتجات بتاعتك فأقول له تعالى بقى أقول له كلاينز كده قال لك كل الحاجات بقى لأنا محتاجها في الداتابيز الجمل الكوري بتاعتها في جملة كويري على البروداكت على التيبل كله كانت جاء لي من البرت نمبر دا من القلينت دا وكانت في جملة دي من القلينت التاني دا وكانت الجملة دي من القلينت دا تعالى نعمل كمان جملة أقول له مثلا سليكت سليكت وليكن أسترق كله كل الأتريبيوتز من القلينت إذا دى 精度 من قلينة يا جملة تغرير ؟ دي طبعا نشوفها عملية ايه في السيرفر ما عملتش حاجة الجملة ما رجعتش حاجة عشان ايه ده افتكروا دول اتنين كراكتر واحد فدي بقى مشكلة بتاع نرنه من جديد عشان ما يضربش نقول له select from products where product id equal للواحد او لما قلت له عشان بس ان انا ما كنتش حاجة تسبيس ما بين الاقوال وما بين الواحد رجعلك ال row اللي ال id بتاع واحد عشان اقلت له رجعلك كل ال row كل ال data اللي فيه تعال نقول له clients كده تاني مش لازم clients انت ممكن حدي تاني يكتب ايه statics ويجي في تعال نطلق بس الاول ويجي هنا في المين في في السيرفر يعني يقول له لما يجي لك كلمة statics يببا اطباع لي الليستة بتاعت ال statics ومش لازم دي تكتبها بس clients ممكن تكتبها statics اي حاجة المهم انه من اللي انت هتبسيه من هناك تخليه يكون مزبوط مع ده تعال نرجع بقى ال clients تاني اهو اول ما قلت له clients لقيته اداني الجمله فكده تمام ممكن واحد تاني يقول ايه وبيسيف في القلق في ال statics ما يسيفش غير الجمل اللي جايه اللي من اللي تبع ال data base اللي هي ال perform يعني ممكن يجيلي الجملة دي كلها Ctrl X شيلها من هنا شيل ال save كله ما يحطوش غير جوا هنا غير جوا ال perform اللي هو بيعمل query بالفعل فيجاي هنا هعمل ده كده فكده انا فصلت مش هسايف في الستاتيكس غير الجمل اللي هتعمل لها برفور تعبقى الرن السيرفر من جديد اما تيجي ترن هنا في مشكلة هتقابلك انا رنيت على نفس البرت نامبر والبرت نامبر هي دلوقتي معلقة يعني تيجي ترن هنا وليغم ترن الكلين هيدرب عشان البرت نامبر معلقة ما بين القديمة والجديدة الحل اللي انت تعمل ده عشان بس اخد وقت على ما البرت نامبر دي تفضح والسيرفر يكونك تبقى تاني فغير البرت نامبر وراح دماغك وبعد شوية هتلاقها تشتغل تاني فكده خلص خليت البرت نامبر بتاع السيرفر بواحد وثلاثين تجي بقى في الكلينت تخليها برضو بواحد وثلاثين تمام انا لكش حاجة اول حاجة اقول له مثلا create creately ما فيش مشكلة اقول له insert انا طبعا كنت ضيف مرة فقال لي error in database عشان انا كنت ضيفه مرة وبضيفه من لابس الايدهاء بتاعنا اقول له كده ايه select select asterisk from product product products where id equal اتنين فروم ايه تابعا البرو داكت اي دي برو داكت اي دي اعم شهنا خلص اي دي اقوى للتنين في حاجة هنا اغербOTT تعني اكتب هاتين SELECT ASTRECT FROM PRODUCTS WHERE PRODUCTS ID الكلام لثلاثة مثلا ايه الركض ولتنين اتخلتنين ايه طبعا لك المنتج الID بتاعه بدنين تعال خطها الكوبك كده تمام تعال روح على الكلام التاني ده ورنه طبعا على واحدة تلاتين عشان تلاتين دلوقتي السيرفر مش عليه وتعال نحط له نفسه بكم بس ايه سليكت استرق فروم برودكت هوير البرودكت ايه نمبر بتسوي مسلا اربعة تمام هوير تعال ننفسها تاني هوير البرودكت نمبر بتسوي واحد تمام تعبقا نقول له الكلام يديني كل الاستاتيكس اللي حصلت قال لي في جملة كريت جاتلي الاول وعشان كده كان فيها مشكلة عشان كده لدخل تلف اللي سبت منه هنا بقى قال لي في جملة كوير حصلت من الكلينت ده على البرودكت لما يكون البرودكت با ايه بيتنين ونفس الجملة حصلت تاني ونفس وهنا جملة تانية بس لما الكلينت كان مختلف وده الكلينت كان مختلف فكده انا فاهمت من اله دي ان كده الكلينت التاني هتدي له فيو جزء من الداتابيس هكاريت في الداتابيس بقى اا اا التابل ده هكاريت يعني تابل في الكلينت التاني خاص بالبرودكت بس هحط فيه ممتاجين بس اللي هو الاي دي بتاعه باربعة وللاي دي بتاعه باتنين وهكاريت التابل الاولاني ده للكلينت الاولان لما يكون البرودكت اي دي باثنين والباقي هسيبه في الصرف ماليش علاقة بي فكده اديت لكل كلاينت الداتا اللي هو محتاجة على حسب انا عملت دولة الستاتيكس للدقيقة مفروض بقى الستاتيكس تكون موجودة لمسلا لساعة فهيكون عدد الكوريس كتير فنشوف التقسيمة المفروض تمشي ازاي ودي كل وكاريت بقى الداتا بيس خلاص الداتا دي سايفها عندي مثلا اخوتها سكرينشوت في اي مكان وبصولها بقى وعلى حسب ما انا شايف اقضي لكل واحد اللي هو محتاجة بصلاب في في الداتا بيس بتاعتي فدي بتهيالي مش هيبقى مشكلة خالص ان انا كاريت الداتا بيس من جديد تمام وهعمل ايه كل كلينت اما يجي وكل كلينت هايكل اللي خاص بالداتا بيس بتاعتي بقى كل كلينت يجي يعمل كويري هشوف الاول هل الكويري ده تبع اللوكة للداتا بيس بتاعتي او تبع مش تبعها ابعت للصرف واجيبها من عند الصرف بس المفروض ده اللي هيتم كمان حاجة كنا ممكن عايزين هيبقى الحاجة بقى اللي هيكون عليها بقونص ان انا دلوقتي انا قلت ان انا بعد ساعة هاخد سكرينشوت من الداتا دي وبص عليها واشوف كل حاجة هتتقسم ازاي وكل كلينت هياخد ايه من الداتا بيس بالظبط وكاريتها وكاريت الداتا بيس من جديد هكاريت داتا بيس عند كل واحد بس كل واحد اخد ايه من الداتا بيس انه يلاقيها في السيرفر وتريتيرن من السيرفر بتاعه. فده ده النورم. البونس بقى هيكون على ايه? ان انا بدأ ما خد ما خد سكرينشوت من ده وبصيت عليه. وعلى حسب ما انا شايف قلت اداتها تتقسم ازاي? لا اعمل الموضوع ده اه برو جراماتكال يعني او اوتوماتيك. ان انا ايه? اعمل فيه فونكشن بتاخد مني الليستة دي. وعن حسب الليستة تجي مطلع علي كده ايه? اه تعمل لي برينت تقول لي ان تابل الاولاني من الريكورد الاولاني للريكورد الخامس ده هيكون في التابل الكلينت التاني مثلا. ومن الريكورد الخامس للريكورد الاخير هيكون في السيرفر. والتاني تابل اللي هو مثلا برايس او ايه كان اسمه ايه? الريكورد الاولاني والريكورد الاخير هيكون في الكلينت الرابع. والريكورد التاني للخامس هيكون في الكلينت السابع وهكذا. ويعرفني كل واحدة هيكون المفروض انت اذكرت الداتا بيز ازاي بالظبط. فيعمل لك موضوع الستاتيكس اوتوماتيك. اه بتهيالي كده مش هيكون في اي لابس عندكم والموضوع هيكون اسهل والموضوع بسيط. بس لازم انت برضو يعني يكون عندك في يعني في جزء من التقييم على السيرش. انت لازم تسيرش برضو ما اكيد وانت بتشتغل في حاجات زي كده. في حاجات هتبقى فيها مشاكل. ولازم تسيرش عليها. والمناقشة بتاعتي مش ان انت طبقت دي ولا لا. مش ان انت اديتني بحاجة ببريفكت ولا لا. ان انت اجتهدت وحاولت تجيبها. اه دلوقتي اما نيجي مسلا نعمل سيرش. اه مسلا في مشكلة معينة. فالمناقشة هتكون ازاي? في مشكلة معينة انت عملت سيرش ازاي? وعلى طريق السيرش بتاعتك وانت وصلت. اقربت من الحل ولا لا? ده هيكون التقييم. شكرا يا شباب.